ورفع التجمع اليمني للإصلاح أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير الركن عبد الربو مصور هادي وإلى جماهير الشعب اليمني في الداخل والخارج وفي المقدمة منهم أبطال الجيش الوطني والأمن وشعبنا اليمني العظيم بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر وقال بيان الإصلاح إننا اليوم ونحن نحتفي بهذه المناسبة إنما نحتفل بأم الثورات وفجر اليمن الجديد الذي أزاح عن كاهل الشعب اليمني ردحا من عهود الظلام وأثقالا من الظلم والاستبداد وأوهام الكهنوت والرجعية التي مثلت قيودا أمام الشعب اليمني العظيم في الانطلاق إلى المستقبل وبناء الدولة التي تضمن لكل اليمنيين حقوقهم وتصون حرياتهم وتحقق العدل والمسواة التي كانت الهدف الأسمى لثور سبتمبر وأكتوبر ومناضل اليمن وأحرارها وأضاف تجمع اليمن للإصلاح في بيانه لقد نفض اليمنيون في هذا اليوم العظيم غبار الإمامة إلى غير رجعة وما استمرار النضال والكفاح وتقديم التضحيات في مواجهة ميليشيا الإرهاب الحوثية إلا تأكيدا على استمرارية الثورة السبتمبرية وصلابة الإرادة الشعبية التواقة للحرية والرافضة للإمامة والكهنوتية وأكد الإصلاح أنه وكما كانت ثورة سبتمبر ممهدة الطريق لانطلاق ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة فإنها فتحت آفاقا واسعة للشعب اليمني المناضل لإنجاز المكتسبات الوطنية الخالدة والتطلع إلى غد أفضل وقد أدرك شعبنا منذ وقت مبكر إن الإمامة ومشروعها الكهنوتي البغيض هي أساس الداء والمشكلات حيث عزلت الشعب ومارست بحقه الصنوف البطش والتجهيل وأن الجمهورية هي طوق النجاة من هذا المشروع السلالي الذي أبقى اليمن رهينة على مدى قرون وقال الإصلاح في بيانه بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر إن الشعب اليمني اليوم أمام مهمة وطنية عظيمة والتي تتمثل في دحر الموجة الارتدادية المتمثلة بالمشروع الإمامي وإفشال مخططاته ومؤامراته التي تستهدف الشعب ومشروعه الوطني وهذا يستدعي بالضرورة تكاتف كل القوى الوطنية لإنقاذ اليمن واستئصال هذا الداء العضال الذي مثلت أهداف الثورة خلاصا له وأضاف الإصلاح لقد أثبت شعبنا أن كل جرائم الميليشيا الحوثية الإمامية لا يمكنها أن تثنيه عن المضي على طريق التحرر وهو اليوم أكثر وعي وإدراك من أي وقت مضى بأن استعادة دولته هي بوابة الولوج للمستقبل الآمن والمستقر مؤكدا إن الالتفاف حول الشرعية والدولة والتحالف الداعم لها بقيادة المملكة العربية السعودية هو الطريق الوحيد لدحر الانقلاب ومن يقف خلفه من مشاريع إقليمية ومن يقف خلفه من مشاريع إقليمية لا تريد لليمن إلا الدمار ولا يزال أبناء شعبنا اليمني يقفون بعنفوان سبتمبري لمناهضة الكهنوت ومشاريع التجزئة وأكد الإصلاح إن النضال الشعب اليمني وتضحياته الكبيرة مثلت حجر عثرة أمام المشروع الإيراني التخريبي الذي يستهدف المنطقة وأمنها واستقرارها ويستهدف السيطرة على المنطقة عبر أذرعه التي يمدها بكل أشكال الدعم والمساندة العسكرية والسياسية واللوجسية ومع ذلك فإن الشعب اليمني قادر على دحر أدوات هذا المشروع السرطاني والانتصار لإرادة اليمنيين وأحلامهم وتطلعاتهم وحماية محيطه العربي بمساندة أشقائه وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودع الإصلاح المجتمع الدولي بأن يعي أن إرادة اليمنيين ماضية وأن عليه مساندتها ودعم الشعب اليمني وشرعيته دون تلكء لتحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي وتقدم الإصلاح بالشكر لكل الأشقاء والأصدقاء الذين يقفون إلى جانب اليمني والشرعية ويقدمون كافة أشكال الدعم والمساندة وفي مقدمتهم الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين مثلوا الدعم والرديف ولا يزالون إلى جانب اليمني في استعادة دولته ترجمة نانسي قنقر